أعلن الألمان يورغن كلاب صحيحة اليوم الجمعة رحيله عن نادي ليفر بولا الإنجليزي نهاية الموسم الجاري وأضح المدرب البالغ من العمر 56 عاماً في تصريح له عبر الموقع الرسمي للنادي أنه اتخذ قراره بالرحيل بعدما أيقن أن قدرته في قيادة الفريق تتراجع مؤكداً على عدم وجد أي مشكلة أخرى كلاب وبعد أن قاد الريتس لنهائي كأسر رابطة أبلغ الإدارة عن تخليه عن قيادة العارضة الفنية للفريق بعد ثمانية مواسم ونصف قادة من خلالها الريتس لتتويج بعضة ألقاب برزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأنتية نعم لابد لي من ذلك سأترك أمنادي في نهاية الموسم أستطيع أن أفهم أنها صدمة للكثير من الناس أستطيع أن أشرح الأمر أحب كل شيء في هذا النادي المدينة الأنصار الفريق العمال بالنادي إنه القرار الذي يجب أن أتخذه ماذا يمكنني أن أقول نفذ الطاقة ليس لدي أي مشكلة الآن أعلم أنني لا أقدر على الاستمرار في القيام بهذه المهمة وبعد كل السنوات التي قضيناها معا والوقت الذي قضيناه وكل الأشياء التي مررنا بها معا زاد الاحترام وزاد أيضا الحب وأقل ما أدن به هو الحقيقة وهذه هي الحقيقة وأقل ما أدن به هو الحقيقة وهذا الحقيقة